انفردت وحدة الانتاج المرئي في العتب العباسي المقدسة في إحياء التراث الإسلامي بتصاميم إبداعية عبر استخدام وسائل وبرامج تقنية إذ يتم استخدام العناصر الفنية لرسم شخصيات دينية من خلال توظيف المخيلة المحتمدة على ذكر بعض ملامحهم في الكتب إحياء التراث الإسلامي وتقديمه للمهتمين بهذا الشأن بتصاميم إبداعية متطورة عبر استخدام وسائل وبرامج تقنية حديثة عمل تنفرد به وحدة الانتاج المرئي التابعة لقسم شؤون المعارف الإسلامية في العتبة العباسية حيث يعمل القائمون هنا على عرض التراث الفكري الإسلامي باستخدام عناصر فنية متنوعة كالرسم والصور الفوتوغرافية ومقاطع فيديوية ثلاثية الأبعاد تعريف إصدارات القسم إلى الناس كافة والمختصين والباحثين وكذلك الأعمال الافتراضية المجتملة على الجولات الافتراضية مثل جولة كربلاء في عيون الرحالة وكذلك الأعمال الفوتوغرافية التي تشمل تعديل الصور ومعالجتها وكذلك عمل الانفوغرافك للعلماء وكذلك الرسوم للعلماء الذين لا تتوفر لهم صور في الإنترنت بالنسبة للموضوع الزخارف الموجودة بالأطبة العباسية تعودية من التراث الإسلامي عرف بها العالم من خلال أنه اختصاصي لبعض أجزاء الزخارف ثم التعريب بها بأصحاب الاختصاص الموجودين المختصين بالزخارفة وثم أظهرها إلى العالم يرسم علي لوحات فنية باستخدام الحاسوب لعلماء وشخصيات دينية عاشوا في حقب زمنية بعيدة بالاعتماد على مخيلته وبطون الكتب التي جاءت على ذكر بعض ملامح هؤلاء العلماء كالشيخ يوسف بن أحمد البحراني أحد رموز المدرسة الإخبارية العلماء في الوقت السابق في حقبة 1700 ميلادي ما كان هناك صور موجودة لهم غير متوفرة فعلى ضوءها بلشنا في عمل هذه الرسمات لوضعها مع سيفي هذا العالم إن توفرت الملامح العالم أخذنا بهذه الملامح وبلشنا في عملها ورسمها فإن لم تتوفر فإحنا من هدفنا الرئيسي أنه توفير صورة لهذا العالم فأخذها برسم وحي خيال الرسام ونذكر في فيديوهاتنا أو في عرض هذه الصورة أنه هذه الصورة حتى لا يكون أشكال عليها هذه الصورة من وحي خيال الرسام كما تحرص وحدة الإنتاج الفني على صناعة المحتوى الترويجي لبعض إصدارات قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية والتي يمكن الوصول إليها من خلال موقع القسم على منصة يوتيوب حيدر الجنابي فضائية كربلا